هنا يجتمع الحزن على فقد جديد الجثة مجهولة الهوية بالنسبة لهم لكن أبنائك يعرفونك حق المعرفة ينتظرونك على أحر من الجمر لكنهم لا يعلمون أنك غادرت بيتك دون عودة في الموصل إذن كما حدث سابقا في البصرة هذا جزاء المتقاعد بعد عمر طويل من التعب لأجل العراق ولأجل الحياة أما العزاء فجملة ثابتة عظم الله أجرك يا عراق لكنها قرارات متسلقين على حساب روح المواطن تعظم أجورهم في الجيوب أو يمتهنون لغة الحرمان ويكون العراقي رهينة كرامته أو إلى الفقدان إجراءات روتينية لمعاملة المواطنين تقترفها هذه المرة شركة نونخاء وحدث بلا حرج إن شئت القول فقل بالفم الملآن أن وباء الظلم أخطر من وباء الفيروسات المنتشرة وباء ينتشر في الغرف المغلقة التي تحيك الموت للعراقيين جزاء لتقاعدهم بعد تعب طويل قافلة الموت هي إذن لا لشيء إنما لسبب بسيط يتمثل بتحويل راتب التقاعد من مصرف لآخر وما روح العراقي الذي أكل رأسه الشيب إلا لعبة بيد العابثين أما الجزاء والعقاب فهو المنتظر على طاولة السياسيين يصور على شبه ألوش خوابوا يا أخي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر